مرحبا جميعاً كيفwaukee؟ اليوم سأتضار بفديو bios يعنيه كمن فريزال فورب فريزال فورب handed meaning يعني يعني فاعل من كونه احنا عارفين كليو بان هو في 리 معانى معين زي الفاعل الي احنا هنأخذه اليوم Study الفعل معناه يأخذ لكن لما باجي اضيف عليه حرف جر معين بيتغير معنى خالص بيديني معنى جديد تماما خلينا كده انا في اربع امثلة بيبينوا بعض الامثلة للفعل معناها يأخذ كلمة لو جي بعدها حرف جر بقى اسمها يتغير معناها خالص يبقى معناها يشبه او يتصرف مثل فلان يشبهه في التصرفات او حتى يشبهه في الشكل علي يشبه ابوه في كثير من الاشياء او بيتصرف مثل ابي في كثير من الاشياء يبقى معناها يشبه او يتصرف او يتصرف مثله تيك باك تيك لما يجي بعدها باك يبقى معناها يعيد او يرجع يرجع شيء لمكانه if the shirt doesn't fit لو ان الشيرت القميس بتاعك مش مناسب مش مقاسك يعني تيكت باك تيكت باك يعني رجعه تاني يبقى كلمة تيكت يعني يعيد او يرجع تيك اوف تيك اوف معناها يقلع تقلع وخصوصا لما نتكلم ابوه مثلا يقلع عن التدخين مثلا يبقى كلمة تيك اوف يعني تقلع للطائرة خدوا بالكم هنا بقى اسمه احنا عندي الفعل مضارع التصريف الثاني منه اسمه تك التصريف الثالث منه اسمه تيكن يعني ممكن تستخدم التلات تصريفات على حسب الزمن اللي احنا هنتكلم فيه يبقى تيك اوف يعني تقلع الطائرة اقلعت في موعدها تيك اوت تيك اوت تيك اوت معناها يرافق او يدعو شخص لحفلة او عشاء او غدا او كده انا ادعو سوف ادعو زوجاتي اليوم على الغداء بالخارج الليلة يبقى تيكنج ماي وايف اوت يعني يدعو او يرافق او يدعو شخص على على حفلة فيه كمان ممكن فيه كلمة تيك اوفر تيك اوفر يعني يتولى يتولى مسئولية كلمة تيك لوحدها لما يجي بعدها حرف اجار اوفر يبقى معناها يتولى مسئولية مثلا ممكن نقول مستر علي سوف يتولى مسئولية المدير لما مستر فيصل يغادر يبقى تيك اوفر يعني يتولى مسئولية فيه كمان تيك اوف تيك اوف يعني يبدأ بممارسة هواية او رياضة او مثلا مثال اي هاف تيكن اب تيبل تنس رسنتلي يبقى انا بدأت ممارسة رياضة التنس مؤخرا يبقى تيك اوف يعني يبدأ ممارسة او هواية او رياضة يبقى الفرب تيك النهاردة خدناه مع ست حروف جر فريزر تيك اوفتر يعني يشبه او يتصرف تيك باك يعني يعيد او يرجع تيك اوف يعني تقلع للطائرة او يقلع عن عادة زي التدخين مثلا تيك اوت يعني يرافق او يدعو شخص لحفلة او عشاء او غدا تيك اوفر يعني يتولى مسئولية زي ما يتولى مسئولية منصب معين تيك اوف يعني يبدأ بممارسة هواية او رياضة اشكركم السلام عليكم اشتركوا في القناة